إذا كنت غافلا عن هذه الأيام حاول أن تكثر من العمل الصالح، من العطاء، من الصدقة كل هذا ستجده أمامك لحظة الموت ويوم لقاء الله عز وجل حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا موضوع الليالي العشر، أيها الأحبة أذكركم بأن أفضل الأيام عند الله هي الليالي العشر التي نحن بصددها اليوم وهي العشر التي تسبق عيد الأضحى من واحد ذي الحجة إلى عشر ذي الحجة طبعا يأتي عيد الأضحى اليوم العشر وهو يوم النحر والله أقسم في القرآن في سورة الفجر قال والفجر وليال عشر إذن أحبتي في الله ماذا أستفيد أنا كمؤمن من هذه الأيام العشر والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لي أن أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله ما كان في هذه الأيام العشر لذلك إذا كنت تريد أن تقوم بعمل جيد قم به خلال هذه الأيام إذا كنت غافلا عن هذه الأيام حاول أن تكثر من العمل الصالح من العطاء من الصدقة كل هذا ستجده أمامك لحظة الموت ويوم لقاء الله عز وجل أحبتي في الله هناك كلمة تتعلق بالنحر نحن نعلم أن النحر جاء في اليوم العاشر هذه الكلمة في القرآن لا يوجد غيرها هي كلمة إن حر مرة واحدة ذكرت في القرآن فقط في سورة الكوثر أنا أحببت أن أتأمل معكم أن هذه الكلمة وضعها الله في سورة تتألف من عشر كلمات نفس عدد الليالي العشر يعني عندما أراد الله أن يضع هذه الكلمة كلمة إن حر لا يوجد غيرها في القرآن مشتقات نحر في القرآن هي كلمة واحدة فقط إن حر في الأمر لا يوجد غيرها موجودة في سورة تتألف من عشر كلمات بعدد الليالي العشر دعوني أتأمل معكم أحبتي في الله سورة الكوثر هي أقصر سور القرآن وعدد كلمات هذه السورة عشر كلمات كما نرى أمامنا إن أعطيناك الكوثر ثلاث كلمات فصلي لربك وانحر ثلاث كلمات مجموع ستة إن شانئك هو الأبتر المجموع أربعة أصبح المجموع الكامل عشر كلمات أيها الأحبة نصف كلمات هذه السورة لم تذكر في أي سورة أخرى وهي كلمة أعطيناك لم تذكر إلا في سورة الكوثر كلمة الكوثر لم تذكر إلا في سورة الكوثر كلمة إنحر لم تذكر إلا في سورة الكوثر كلمة شانئك لم تذكر إلا هنا وكلمة الأبتر لم تذكر إلا في سورة الكوثر العجيب أيها الأحبة أن الآية الأولى من سورة الكوثر تضمنت من الحروف الهجائية عشرة أحرف عشرة أحرف وهي ألف، نون، عين، طه، ياء، كاف، لام، واو، ثأرة هذه إن أعطيناك الكوثر تتألف من عشرة حروف هجائية يعني مع هذا المكرر عشرة والآية الثانية أيضا تضمنت من الحروف الهجائية عشرة فصل لربك وانحر هنا أيها الأحبة الفاء والصاد واللام والراء والباء والكاف والواء والألف والنون والحاء وأكثر الحروف تكرارا في هذه السورة هو حرف الألف تكرر عشر مرات سبحان الله جميع آيات السورة ختمت بحرف الراء وترتيبه الهجائي في الحروف رقم عشرة ترتيب حرف الراء سورة الكوثر كلها ختمت براء آياتها الثلاثة ختمت براء ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء ترتيبه عشرة سبحان الله يعني انظروا أيها الأحبة إعجاز هذه السورة يقوم على الرقم عشرة لأن النحر يكون في اليوم العاشر نتابع أيها الأحبة صور القرآن التي تنتهي بحرف الراء عددها عشرة آخرها سورة الكوثر انظروا أيها الأحبة سورة المائدة تنتهي بكلمة قدير سورة الحج تنتهي بكلمة النصير سورة لقمان تنتهي بكلمة خبير يعني آخر حرف فيها هو الراء سورة الشورة تنتهي بكلمة الأمور آخر حرف فيها راء سورة القمر تنتهي بكلمة مقتدر آخرها راء سورة الممتحنة تنتهي بكلمة القبور آخرها راء سورة القدر تنتهي بكلمة الفجر آخرها راء العاديات تنتهي بكلمة الخبير العصر تنتهي بكلمة بالصبر الكوثر تنتهي بكلمة الأبتر إذن هذه الكلمات العشرة نلاحظ أن الحرف الأكثر تكراراً هو الراء وقد تكرر عشر مرات في هذه الكلمات العشرة أيها الأحبة حرف الراء تكرر عشر مرات طيب الآن عندما نقرأ سورة الكوثر نبدأ بالبسملة البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم أيضاً تتألف من عشرة أحرف هجائية هي الباء، السيم، الميم، الألف، اللام، الهاء، الراء، الحاء، النون، الياء وترتيب حرف الراء في البسملة هو عشرة سبحان الله يعني لو قمنا بعد باسم ثلاثة أحرف الله أربعة سبعة الألف واللام تسعة ويأتي الراء هنا ترتيبه عشرة بين حروف البسملة انظروا أيها الأحبة هنا بسم الله الرحمن الرحيم هذه حروف البسملة مع المكرر نجد حرف الراء هنا ترتيبه كم؟ عشرة سبحان الله ما سر الرقم عشرة؟ هذا هو السر أنه هو اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يأمر الله فيه نبيه عليه الصلاة والسلام يأمره بالنحر فصلي لربك وانحر سبحان الله يعني انظروا أحبتي في الله في أقصر سورة من القرآن وضع الله تعالى كل هذه التناسقات الرقمية مع الرقم عشرة ليقول لك أيها الملحد وأيها المشكك هذا القرآن هو كلمة الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر